موسيقى السلام عليكم متابعي الكرام متابعي جاريت في اسبريس بلبيكم أنا في هذا اللقاء مع الأستاذة نزال علاوي فائلة أجمعوية وفائلة حقوقية بمدينة فاس كمشتوا وتابعتوا معنا جميعا بخصوص الوقف احتجاجي اللي كانت أمام مقر رئاسة النياب العامة اليوم أنا الأستاذة نزال علاوي اللي غدت شرح لنا واتنور المتابعين والمتابعات الأوفياء بخصوص هذا الوقفة هذي وشنو السباب دير هذا الوقفة هذي نزال مرحبا بكم على جديد في اسبريس الله يحفظك بها بسم الله الرحمن الرحيم نزال علاوي فائلة حقوقية وفائلة جمعوية من مدينة فاس وشكرا لأخ في اسبريس أخ زهير على الترحيب دياله وأمامتوا غنشرحوا الوقفة الحتجاجية اللي وقفنا بب النيابة هذي الوقفة اللي كانت ناجحة مية في المائة لأنكو ما كانتش ناجحة أولا ما غايخروش هذي اللي وقفنا على حسابه نسميه ياك صاحب قانات مليونية تقولك هو على أراديم أمريكية جاوز صافر دياله أمريكي قاناته أمريكية ما غايخروش أولا بالاعتذار ولا يخروش عاودي يضرب فينا على حسب الشيكاية اللي حطيت أنا خارج كيقراها علي تيقراها وكيشرح لنا أميمتوا حنا مقبطنا شو درنا الشيكاية بيه تسيد طاول على واحد الميلف أنا متبنيه في قنيطرة دير لي يدمع الزوج ديال واحد السيدة اللي ماتت متسميمة وماتت بواحد الإصابات وجروح دير لي يدمعه وخرج كي يضرب فيها أميمتوا شي تجيلات جاتوا من ألمانيا معند شي وحدة كانت منتح للصفة ديال الحقوقية ودخلها ومعايا في واحد الميلف ديال واحد طافلة اللي تغتاسبات واحد طافلة اللي تكرفسات وهي مجرد سمسارة هي كتشجل وكتحرف وسيفطات له شي مكالمات ديالي شخصية وهو أخرج سيقولهم أميمتو طيح لي الهضراء ضرب لي في العارض ديالي تسيد يعني طاول ماشي غير ليا طاول على كل شي منحقي ندير شي كاية منحقي نطلع النيابة ندير وقفاتها أنا ونشوفها تسيد شكولك يعاونه ولا شكولك يسنده شكولك يخليه يدخل ويتطاول علينا منحقنا منحقنا وخا نزها نحن على حسب الشكاية اللي كنا شفنا أن إساءة ديال إساءة ديال منطامات دستورية هيئة دستورية كيف أشهد القضية هذه وباش عرفتون شو ما بأنه يضرب في المؤسسات نعم بالنسبة لهئة دستورية اللي هو سيدنا اللي يطولي العمر اللي يحفظه عندنا صوت وصورة وديات دياله لايفات خدينا دكتجيلات مشال المجلس الأعلى للقاضة احتوى تطاول عليه مشال نيابة العامة تطاول عليها ما خلت سيد ما خلت تشيحد ما خلت تشيحد مشال الإدارة العامة للأمن الوطني الرئيس دياله متى هو تطاول عليه هاتشي عندنا ماشي كدبنا عليك يقولك هو أعطوني غيشي حاجة أنا كنضرب فيه هاتشي حطيناك صوت وصورة وحطيناك كل شي يعني ما جبنا من عندنا ما ولو ما كدبنا عليك ما نزلنا عليك باطل لأن انت ما تتحشمش ضاصر وخارج أمي متونتها تشرح شي كاية ديالي وغانتابعك عو تاني قلت أنا نصابة ومحتلة غانتابعك قضائين جيب لي هذو اللي أنا نصبت علي ومحتلت عليهم غانتا دير شي كاية تانية عليك واخا نزها شفنا نحن هنا كانت واحد الوقفة أمام رئاسة نيابة العامة اللي كانوا فيها عدة الفعاليات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني من ضمنهم محاميين ومحاميات كيفاش انتوما أصلا قررتوا أنكم بجديروا هذو الوقفة هذي هذو الوقفة درنا أي واحد متضرر منها تسيد صاحب قاناته على اليوتيوب أي واحد تضرر منه تثبت تضرب في العرض دياله وتشتم طلع در وقفة يعني ما شي تعدينا عليه لأنها تسيد داخل خارج وبالأخص آخر دخلت دياله للمغرب مشا للرباط وقال لكم ها أنا قال هاكا ها أنا في المغرب وأنا في الرباط دخلوا من هنا خرجوا من هنا ما تصوروا مني تشي حاجة يعني عيبوا عار تسيد طاول على كل شي ما خليت تشي حد وأمي متون كي يجي كي يستهزئ بينا هذيك شي باش درنا الوقفة يعني كان واحد يستهزئ من طرف صاحب القانات هذا هو السبب اللي يخلي لكم أنكم دروا شي كايزا أخا أستاذان زحني كان عرفو بأن كذلك أنه كانت واحد نزاع ما بين ساحب القانات وواحد المحامي كيف شهد القضية هذي اللي كانت ما بينتهم أنا ما عرفاش النزاع اللي بينتهم ولا شنو كاين لأنه ورا كان معا مش حالة دي ذاك الأستاذ كان معا في مراكش كان كيد دافع لذيك الحقوقي يعني أنا ما عرفاش دروابط هذيك شي أنا ما عرفاش أنا كان هضر على حقي أنا اللي مشيت ليه النيابة على واحد السيدة والعليا وضرب لي في العارة ديالي ودال يد مع واحد المعتوها في ألمانيا ومنتح لصفة حقوقية وهي مجرد سمسارة الميلفات أربع شورية معايا في واحد الميلف وكتقول حقوقية ومتبني الميلف وطلعت في الآخر ولا شيء أتشي علش أنا طلعت وعطاتوا تشجيلت مو كالمات شخصية مهر فاهم وعطاتهم له وهو براسه ودحكت عليه وقاتلوا صبتي عليا وطلبتي مني سبعمائة أورو وأنا دحكت عليك سيفتلك سبعة أورو يعني كوميب مكانش خاصوا يتيقها وليمشي معاها ويعرفها أكبر موسيبة ديك السيدة ما خلت هذهك تاوحد تاية ضربت في القاضاء ضربت في محاميين ضربت في حقوقيين شجلت عباد الله هذه هي خدمتها وخا كيف جاء القضية ذي تشجيل لأنه تشجيل نحن نعرفه في إطال القانون أنه منوع نعم دا بك تكون كتتظر معك مو كالامات شخصية ويا أمي مطرع كتشجلك باش تلوي لك يديك أمي مطرع كتحرف المو كالامات أنا ديجا دايرا بأشي كيف النيابة العامة لأنها بحكم هي خارج أرض الوطن هاتشي باش هي سيبة ومفرعنة كل مرة تخرج ايه أنا ما خلت ما سبتش فيها ما خلت ما دارت ودرت بها شيكاية ولكن ما كتدخلش للمغرب دا بها دول مشكل ضربت في قاضاء باسمية ديالهم دالك مخداولاش حقاها مداروا ولاش تسير التجيل القاضاء إلا ما اخداولك شحقك ماشي تخرج تسبي في عباد الله وتجلي مكالمات وتفرقاتهم على قناوات أردوني أنا سعاية القفف إحنا جمعاويين من حقنا نطلبوا قففة رمضان عندنا ناس عجازة عندنا ناس مسينين أردوني سعاية باش؟ علاش؟ باش قالك كنضرب فيهم كنسع القفف باش نضرب فيهم هاتشي لا يعقل هادي الناس طاولت بزاف يعني يخصنا ضروري نديروا معامل قاضاء نديروا معامل واجيبات وخا نزحنا بزاف ديال القانوات كانوا شحالها دي كانوا يخرجوا بالسب والشتم والقطف عبر المواقع التواصل الشيماعي وفي اللايفات وكي يخرجوا وكي ترتقوا عينيهم بهذا العبارة هذه من بعد شفنا أن كل شيء يقلب على التنازلات وكل شيء يقلب حاليا كي يبغي تصالح كيف هات القضية ده وشنو واقع بالضبط في هذا الميل في هذا؟ صانيا هذنا دهك القانوات احنا تحركنا ليهم ربدينا الشيكاية ولكم هذي الافلام اللي كانوا كيديروا وحدة تعطاماا احدي باش طلعوا القانوات ديالهم كان الي ضربت في العارد ديال بنتها كان الام الام الي ضربت في العارد بنتها كان البنت الي عقوق الوالي دي Night كي اتشي كلوا باش يطلعوا العارد ديالهم داروا ممتلكات داروا اي حاجة دروها كل ضحية هو المتتبع ولكن من اللي عقوا بهم الناس بدو دابة يعصيهم ولكن باش يديروا دابة تنازلات إذن كيدحكوه حتى للقاضاء ماشي نحط شيكايتين من اللي نبغين ناخد حقيه ولا تلقى الشيكاية غي كيدية لا أغان دير تنازل لا أنا فعل لا أنا ترك يعني تيلعبوه حتى بالقاضاء وكيلعبوه بالأمن الوطني اللي كيصهر على هات الشيكايات اللي كيدير محاضر يعني لا يعقل هاد الناس قصنا نتابعوهم قاضائيا باش يقطعو علينا هاد اللعب ديالهم هاد الألعاب اللي كيلعبوه وباش يطلعوا القانوات ديالهم كين يخرج قاع ضرب في العارض ديال كل شي كين الخوط اللي قاعلي وصلوا قاعلي المحاكم قاعلي تسعتاقل قاتش يقولوا باش يطلعوا القانوات ديالهم ولكن تفضحات المشكل ديالهم تفضح يعني تلقى غي مجرد يعني تدحكو على المتتبع وكتريا ولكن باش تحط شيكاية في القاضاء ونجرغ الدنجين تنازل لك يعني لا يعقل لا يعقل يعني كيخدمو معاهم رجال الأمن تحية رجال الأمن تحية للقضاء والنيابة العامة يعني كيخدموهم في شكايات وشكايات مشي ولما حاضر ومن بعد أنهم كيوصلوا للمحكامات كيوالي بديروا تنازل ومشي حتى القاضاء كيخدمو تلك المحاميين كيمشيوا معاهم في الخط تلك المحاميين بساكن كيتزطمو معاهم كيمشي تيدير شي كيتو بأن السيد رامضلوم ولا السيدة رامضلوم وفي الأخير تتلقى غي مجرد أفلام مجرد أفلام وقال أنزها وش هاتشي هذا ما كتشوفيش أنه كله علاقي بالأدسانس أو على حسب تشي اللي كنشوفه حنا بالموقع تواصل الشي ما إنه كيجمعوا الفلوس هليك يخرج تقول لك أنا بغيت ندير محامي كل واحد هاتشي اللي كنشوفه حنا بالموقع تواصل الشي ما وبالحكم أن الميل فات إحنا يتابعناهم ومواكبناهم تيخرجوا تيقول لك حنا بغينا ندير محامي بغينا الفلوس بغينا هادي لا ترى بأنها تضحك على المتابع والمحسن والمحسنات تسوي الإلكتروني أو التجار في البشر نحن هذه الناس سوف نبشرهم بشكاية وإن شاء الله رب سوف يعطي خيره إما يديرو لنا واحد المحتوى اللي سوف يستفدو منه أولادنا وأمي مطور نخليه ودراري يقراه سينو لا سوف يبقى واحد يقرا عندنا ما غيبقى عندنا لا مهنديز ولا طبيب يقولك علش أنا غادي نقراه ونتعب نحل القانات نصبح ناعش نحل اللايف غادي يطلع ليا غا ندخل فلوس بتالي دير الشهر علش غادي يقراه ودراري هذا هو الخطر اللي ولينا فيه هذا هو الخطر وخنزة نحن نشوفه المغرب غادي يفوح تحول استراتيجي لمن ناحية السياحة لمن ناحية الاقتصاد لمن ناحية بزيف دي الحواج اللي كنشوفهم كنشوفه أن صاحب جل محمد السديس نصر الله وإياده والمؤسسة الدستورية كنشوفه كل شيء أنه غادي يجاهد أنه باش نزيده بالبلاد للقدام نحن يكا مواطنين نحن يكا مواطني في المسؤولية أن نحن يكا نزيده بالبلاد أن نزيده بها للقدام أعلن بأننا كنشوفه حنا هذال القناوات هذولي كيعطيوه واحد صورة سيلبيو كيعطيوه على هذا الوطن الحبيب تسيئوا لنا بالأخص فاس في واحد الجهة دوار كين الضرل يدير تلستد القناوات وكين ضربوا غي بعضياتهم ضربوا في العرب ديالهم سبوا بعضياتهم وصلوا حتلا مخزن وصلوا حتلا مخزن نحن نشوفه فقط أنه غير نيفس نحن رولينا كنشوفه تشاهدها كين على صعيد جهات فاس مكناس شنو هو السبب دياله على صعيد جهات فاس مكناس اللي خلوه أنه تشويه ديال هاد المدن هاد على صعيد جهات فاس مكناس راكين تسعود الأقاليم ومن ضمن هوم هاد الأقاليم كين فاس كين مكناس كين آزرو بعد فاس المدينة العلمية بغوي هرسوها بعد الهضرة ديالهم لأنها رأى المدينة العلمية تكدر بها الأمثلة مدينة فاس أكبر جامعة جامعة القاروين خرجوا منها علامة خرجوا منها دكاترة كبار من فاس هاد الناس شوهوا فاس بالعربية الفوصحة شوهوا فاس ولكن نحن لهم بالمرصاد احنا قلت لكم بدينا بدينا ان شاء الله يا إما يدروا محتوى اللي يليق يعطيوا ندرجوين الفاس اللي غادي نستفدوا منه يستفدوا منه ولادنا ولا غا تحيد لهم قاعد القناوات فقط ترى هاد شي اللي يدرنا يعني تبلغ لأنه كتروا الشيكاية بزاف يعني هاد الناس ما شاء الله عليهم خدامين ولكن هاد شي اللي قناوات كتروا كتروا بزاف وأرى بعدها عندنا واحد الميل فرد تحكم تحكم باربع سنين وعشرة المليون غارامة بدينا احنا قلت لك هرا احنا بدينا وتحيدت له القانات احتوا عنده قانات هنا من فاس ان شاء الله كان غير الخير لأن احنا داخلين على المونديال وعلى مشاريع كبيرة في فاس يعني الناس هشوه معي بوعار يزيد يشوه فاس اللي كانت تضرب به الأمثلة بقى الأستاذ نزحنا كنت نشوفه بأنه كان تفتح واحد الموقع البارح انه تفتح واحد موقع إبلاغ اللي غادي تشوفوا الرابطة دياله رابط دياله رابط دياله رامحطود ترقم دارو رقم أخضر 0908 هاد الموقع هذا تشوفوا ان المجهودات دي المديرية العامة للأمل الوطني والتسبوع المواكبة هاد الناس هادو اللي كان فيهم الإساءة الإساءة التحريد تحريد على الإرهاب البتيزاز البتيزاز الإلكتروني كنت نشوفوا أن المديرية العامة للأمل الوطني فالشياد هذا ورئاسة النيابة العامة أنهم كنشاهدوا الحمد لله أنا كنت نشوفوا البلاد أنها غدفوا حتى تطور واحد ازديار بسبب هاد القنوات هادو اللي خرجوا وتيشوهون هاد البلاد هادو وخا انزها شوه الراساله دي لك تتوجيب هاد الناس هادو ورساله دي لك تتوجيب رئاسة النيابة العامة بحكم أنكم كنت تتوما تتمى أمام رئاسة النيابة العامة شوه الراسالة دي لك رسالتي بعد؟ أولا نيابة العامة كنت من ذوك الشيكاية دينا يعني ما يتعمل وشي عليهم لأن ذوك سيطاول طاول على هيئة دستورية طاول على المؤسسة القضائية طاول على المؤسسة للأمن ما خلت الشيحد طاول على المواطنين طاول على أمهات سأليهم طاول على أستيدة محامين يعني محامية كتأدي الوجب دياله وتي عوجها فم عوجها فم فعل اللي عنده شي حسابات مع شي حضر القاضاء بلما يخرج يضرب شي حد ولا يحرش شي حد وينضي بدا يسب في الناس ما شي معقول تكون عندك قاناة تبغي تطلع على دهر شي حد آخر لا يعقل والله يتقول له العمر السلح الموشي اللي دارنا هذا الرقم الأخضر يعني الإنسان أي واحد ضر أي واحد سألي شي حد يدكراري يعني دير واحد الرقم وخيكون خارج أرض الوطن يعني غيوصلوه غيوصلوه واخا كما كتشوفو معنا متابعي الكرام متابعي جريدة فيس بريس هذا هو الموقع إبلاغ اللي فتحاته المديرية العامة الأمن الوطني واخا نزها شكرا لك وشكرا ل قدومك الجريدة فيس بريس وتنوير رأي العام بخصوص هاد الوقفة هادي لا شكر علي وين كلمتي الآخرة هاد الناس نحن لهم بالمرسات وخي ديروا اللي ديروا احنا ما كان نضروش وخد سبونا وخد تمر مطوبينا اللي تهددونا ديروا اللي بغيتيو ولكن نحن لكم بالمرسات بالقانون باش نخرجوا نتعطوا بعضيتنا ولاد بالقانون غا ناخدوا حقنا منكم شلي كاي شكرا لك شكرا للمتابعين المتابعات الأوفية والله يشافي الأخ حافي تقاناة مواطين لأنه بالحكم أننا شفنا البارحة ديك العافية اللي كانت ناطف مدينة سفرو والله يشافي قوات المساعدة والوقاية المدنية اللي كانوا تقاسوا في دك الحارق دي المدينة سفرو إذن إلى هنا متابعين الكرام متابعين جديد فيس بريس اللقاء في بت مباشر آخر فيديو آخر إن شاء الله بحول الله ودمتم سالمين وعيد مبارك سعيد